موريس ميرلوب بونتي المفكر الفرنسي موريس ميرلوب بونتي ولد في روشفور عام ثمانية وتسعمائة وألف التحق بدار المعلمين العليا بعد دراسته الثانوية ونال شهادة الفلسفة عام ثلاثين وشارك في مقاومة الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية نشر عام ثنين وأربعين كتابه بنية السلوك وعام سبعة وأربعين في نومنولوجيا الإدراك وفي العام التالي المعنى واللمعنى عين عام ثمانية وأربعين أستاذا في جامعة ليون وتولى رئاسة تحرير مجلة الأزمنة الحديثة مع جام بول سارتر وشغل في العام التالي لمدة ثلاث سنوات كرسي علم نفس الطفل والتربية في جامعة السوربون ثم دخل الكوليج دو فرانس عام اثنين وخمسين كما نشر ميرلو بونتي عام ثلاث وخمسين كتابه مديح الفلسفة وأدى نشر كتابه مغامرات الجدل إلى القطيعة مع سارتر وفريق مجلة الأزمنة الحديثة بعد أن ذاعت شهرته وتصعدت ينطلق تفكير ميرلو بونتي من موقف عقلي ذي توجه فينومنولوجي أي ينتمي لفلسفة الضوائر فيدمج العلوم الإنسانية بالفلسفة ولذا اعتبر أقرب إلى فكر بول ريكور منه إلى الوجودية عند سارتر والتأثير الأكثر وضوحا في أعماله هو لصاحب الفينومنولوجيا إدموند هوسر ويظهر ذلك في كتاباته عن الوعي واكتشاف الذات والمشاركة في التاريخ ويبدو من كتابات ميرلو بونتي أنه واقع في بعض المسائل تحت تأثير الماركسية وهو يعرفها أكثر من غالبية الوجوديين الذين عمل معهم ويبدي تفاهما واضحا نحوها لكنه أكثر تعاطفا مع ليون تروتسكي الذي انتقده وتحمل كتاب ميرلو بونتي قوابع الأزمة الفكرية التي عصفت بالفلاسفة والمثقفين الأوروبيين الذين شدتهم الماركسية إلى التمرد على المعطيات الاجتماعية وأبعدتهم عن الماركسية من جهة ثانية فضافة هذه العقيدة كما ظهرت في التجارب المنتمية إلى اللينينية أو ستالينية مات موريس ميرلو بونتي في باريس عام واحد وستين وتسعمائة وألف بصورة مفاجئة وقال المفكر الفرنسي جان هيبوليت عنه إن ما ندين به لميرلو بونتي أهم بكثير من ما نعتقد فكتاباته صارت بالنسبة إلينا مثل تلك المناظر الطبيعية المألوفة التي لا نعود نراها لأنها دائما موجودة هنا وكأنها متضمنة في نظراتنا